نبدأ بأول سؤال خلال المشاكل دائما ما يقول ابني لزوجته انت طالق وقال هلها أكتر من 13 مرة اه وقال هلها أكتر من 13 مرة خلي بالك انهن اللي بتتكلم مين ام الولد متضايق عشان خطر مرات ابنها هل يقع هذا الطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل تلك حدود الله فلا تعتدوها ايوه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه وأزواجه ومن ولاه وبعد اولا في خلطة للأسف في المجتمع ما بين صيغ ايقاع الطلاق وبين الحلف بالطلاق صيغ ايقاع الطلاق فإن عزموا الطلاق يبقى لا بد من النية ولا بد من احدى صيغ ثلاث الطلاق أو الفراق أو السراح وأن يقول لها أنت وتكون العصم موجودة أما ما درج عليه المصريون وأهل المنطقة في الآونة الأخيرة اللي علي الطلاق علي الطلاق ده اسمه حالف وليس إقاعا للطلاق ولذلك قال الإمام علي رضي الله عنه علي الطلاق لا يقع لأنه إما أنه يحض نفسه على فعل شيء وإما أنه يريد أن يمنع نفسه من شيء ولذلك قال الإمام الشيخ الولي الصالح سيدنا أحمد الدردير عليه رضوان الله من أواخر وخواتيم الفقه المالك هو مصري من عندك من أسيط على فكر قال سيد أحمد الدردير عليه رضوان الله والذي عليه أهل مصر أنهم يقسمون يعني يحلفون بالطلاق يريدون اليمين بالله فيجرى عليهم كاليمين فإن بر بيمينه فلا شيء يلزم وإن حنس في يمينه كفر عن يمينه فهنا الحالف بالطلاق اللي صيغت علي الطلاق لا تقع شرعا طيب هل ده يعدي يا مين لغه لا هو حضرتك للأسف يعني فيها استهانة بالشرع لأنه وضع لفظا في غير موضع الله يفتعى عليك